إذن أنت متشائم وتعتقد بأنه محرزاً يفوز أبداً بهذه الجائزة وستذهب ليسيم بون ورغم أنه حارس مرمى هذا ما تريد قولها ميدو نعم بنظر إلى اللوبيات الموجودة في الكافة هل تتفهم هذه كلام قاسي سعيد؟ نقول لك إذا ما كانت تدخلاتها اللوبيات محمد لكن هل تتوقع أن يكون تدخل أم؟ يكون تدخل محمد يكون تدخل كيفش أنت منتخب الجزائري يعني سانة كامل مقصر حتى مقابلة غير موجود في القائمة منظم اللي راح يكون فيه تدخل وتدخل راح يمنع محرز باشي فوز بالكورة الذهابية لا أنتظر فوز الرياض محرز باشي لا تنتظر متشائم حتى جائزة أفضل لعب شاب تم إقصاء فرس شيبي الذي يعتبر ربما بدون نقاش أفضل لعب إفريقي شاب لهذا الموسم نعم فرس شيبي يقدم شوف إلى أفضل لعب شاب في إفريقيا يحسبوا على الألقاب أعطينا قائمة فقط عادل أعطينا لعب شاب المرشاحين لجائزة أفضل لعب إفريقي فرس شيبي يدى كأس فرنسا مع نادي تولوز لجل سان فاكتاو باش يكون موجود في القائمة وانتقل إلى نادي إلى الضوار الألماني من أجل هذه قائمة أفضل لعب محلي انتقل إلى نادي فرنكفورت هذه قائمة أفضل لعب داخل القارة أفضل لعب شاب فيها لعبين مغربيين عبدالصامد الزلزولي وفيها بلال الخنوس وفيها أيضا عبدالصامد الزلزولي لعب نهائك إسبانيا الموسم الماضي مع نادي وصاصونة وانهزم بأمام ريال مادريد هذا فقط ماهو عنده نسبة للمونديال وما لعبش لمباراية كلها والله غرائب وعجائب في ترشيحات الكاف لجائزة أفضل لعب إفريقي تخيلوا أنه لاعب مثل حاكيم زياش في عام 2023 سجلت الأهداف وصنع هدفين 25 مباراة احتياطي 10 مباراة غير مستدعى 10 مباراة فقط كأساسي مرشح لجائزة أفضل لعب إفريقي ماذا يعني هذا قاسي سعيد يعني أنك ضغوطات تعلوبيات محمد لو تشوف زياش الموسم هذه ليست لوبيات هذه مهزلها مهزلها ولا لوبيات ولا يعني كتشوف حاكم زياش ولو كان لعب ممتاز الموسم تاعه لقدافة تشلتين سيئ جدا المنتخب الوطني كانت مجموعة تعلعبين اللي يمشعوا الدنيا في نال أوكي ولكن الموسم تاعه مع نديع في الدوري الأنجليزي كان سيئ وهذا نضم بالله أنا محمد هدل القائمة هدية حتى النتائج رح نشوفها يعني ديريجي مكاشر لكاف هي اللي خيرت هي اللي يتخيروا كل شيء نعم الفيفا لما رشحت نيويار في 2014 لجائزة أفضل لعب تعرضت لانتقادات لاذعة الجميع قال بأنه لا يمكن لحارس أن يتنفس مع لعبين لأنه الأدوار مختلفة حارس مرما يبقى يلعب داخل منطقة 6 أمتارة وفي منطقة 18 متر لا يصنع أهداف لا يسجل أهداف صحيح ربما يؤثر في نتائج المباراة ولكن لا يمكن لحارس أن يتنافس مع اللاعبين يبقى هذا طرح طرح الآخر يقولك لا الحارس يقدر يتنافس مع اللاعبين ويقدر يفوز بجائزة أفضل لعب محمد هناك اللاعبين المؤثرين في النتيجة النهائية لأي مباراة فوق المستطيل الأخضر الحارس يعرف كيف يحافظ على النتيجة سواء كانت 0-0 أو 1-1 ويدخل المستطيل الأخضر للحفاظ أيضا على شباكه ومساعدة فارقه فلهذا أرى أنه صحيح أن الحارس هناك من يقول أن الحارس هو 50% من الفارق وهذا ممكن لا أتفق مع هذا الشيء لأن الحراس حقيقة يعتبرون ممكن صمان أمان بالنسبة لزمالائهم ممكن يساعدين على الحفاظ بالنتائج ولكن اللاعب المؤثر داخل المستطيل الأخضر هو الذي يعرف كيف يغير من نتيجة مباراة يعرف كيف يتوهج مع فارقه أنا أرى ربما لو تم إبعاد ياسين بونو وخصيصة له جائزة أفضل حارس في القارة السمراء وكان أشرف حكيمي هو الذي دخل في الصراع حتى أشرف حكيمي وصل إلى نصف نهاية كأس العالم سوف أشاطى الأخ محمد قاسي سعيد لما تكلم اللوبيات وأيضا الأخ ميد لما تكلم على الكواريس ربما الكاف تستند كثيرا على ما قدمه المغرب في كأس العالم لهذا نرى الكثير من اللاعبين المغاربة موجودين في القائمة وربما أيضا ياسين بونو هو المرشح الأوفر لو نتكلم أشرف حكيمي ليست له أي فرصة؟ ممكن أشرف حكيمي يعتبر من أحسن الأظهر الحاليين الموجودين في العالم ولكن لو نرى فقط محمد أنه مثلا نتكلم على زياش زياش لم يستطع أن يتوهج مع فارق تشلسي رأيناه في أجاكس كان ذلك اللاعب المؤثر وبفنياته وجودته ولكن لم يستطع أن يرتفع إلى مستوى أعلى لما أمضى مع تشلسي لو نعمل إسقاط زياش مع رياد محرز مثلا لو شفت رياد محرز نفس ما مر به زياش مع أجاكس مر به مع ليستر سيتي ولو قال رياد محرز تلك السنة كان رائعا ولما أمضى في مانشستر سيتي رأينا أن رياد محرز عرف كيف يتوهج مع مانشستر سيتي فاز آخر موسم بالتولاتية لو نعمل إسقاط نرى بأن رياد محرز من حيث الجودة أحسن وبكثير نعم إذن نواصل الحديث عن جوائز الاتحاد الإفريقي وننتقل هذه المرة لجائزة أفضل لاعب شاب أعطينا قائمة المرشحين من فضلك يا عادل أيضا مفاجأة أخرى بغياب واحد من أقوى المرشحين للفوز بهذه الجائزة وهو فارس الشايبي للأسف الشديد غير متواجد في هذه القائمة فارس الشايبي الذي سجل تسع أهداف وقدم 12 تمرير حاسمة وتحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي وتوجه بكأس فرنسا غير موجود ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي شاب مع وجود أسماء مغمورة لا نعرفها تماما نعمده هذا هو الاتحاد الإفريقي وشكتنا قلتكم قبل قالت اتحاد الإفريقي لا يحتكم لأي معيار كالريح كالشيراء من يضرب الريح يدير الاتحاد الإفريقي منذ زمن مرة اللوب الكامروني بعدها اللوب نجيري لوب المصري بعدها قليلا من اللوب التونسي الآن رانا في اللوب المغربي ويبقى هذا الاتحاد في كل مرة يفقد الشرعية في كل مرة يفقد شفافية ما هوش اتحاد ما عندوش شفافية الاتحاد الإفريقي في اختيار الأسماء مثل ومثل قارة صمراء كلها يعني باش ما لافخيكسي لافخيكسي صار لكن أنه تشوف فارس شايبي بأفضل جائزة أفضل لعب شاب في الدوري الفرنسي وكأن من منح له الجائزة في الدوري الفرنسي الخبراء الاتحاد الإفريقي يفقى هنا أكثر من نوك رتقادم هذا الشيء الأول أنك تكون أفضل لعب شاب في الدوري الفرنسي في دوري يزخر بمواهب كثيرة وكثيرة جدا أقل من 21 سنة ترح تحكم فيرق الدوري الفرنسي كلهم عندهم لعبين شباب قل من 21 سنة في أعلى مستوى وأنك تتوج بتلك الجائزة شيء كبير أنه زاد فاز بكأس فرنسا رفقة نادي تولوز شيء أكثر يعني يزيد يعطي حدود أكثر وانتقل لآن طرق فرنكفورت ويقدم في بداية موسمة رائعة لحد الآن 6 مليارات حاسمة وهدف واحد في دوري أو آمين لعب في دوري الألماني دوري الألماني مختلف تماما عن الدوري الفرنسي فرق كبير خاصة من الجانب البداني دوري الألماني دوري قوي بدنيا بالنسبة للاعب تقني كما فارس شايبي ما وش سهل أنك تفرض نفسك في الدوري في البوندس ليغا لعب ما شاء الله يعني يوصل في منذ فترة قسيرة واستطاع أن يفرض نفسه اليوم القارح خارج قائمة ترشيحة الاتحاد الأفريقي ما قلتها على محر قبل قليل بخصوص بون كما يقول آمين نعود نديروله إسقاط على فارس شايبي تصور أنه هذا اللعب بعد فترة ربما يزيد توهج قد يغيب حتى مثلا تصور أنه فارس شايبي يفوز بكاسة الاتحاد الأوروبي مع نادي عن طرخت فرانكفورت قد لا يجد نفسه الموسم المقبل أيضا مرشح لجائزة أفضل لعب شاب في القارة الإفريقية لذلك هذا الجوائز ذر للرماد في العيون منذ أنه ننزل الراحة أبعد حتى أية نوري وبو أناني كان يستحقان تواجد هذه القائمة قاسم وأنني أوكي ولكن يظهر لي أي تنوري يعني السم دياله ما يسمح له شيء يكون في القائمة نقولي برك الفارس شايبي يعني هذا الموسم هذا مع تولوز كان له الفضل باش الفريق هذا مشال النهائي بفاس بكاس فرنسا كان له الفضل باش هذا الفريق قعد في الدور الفرنسي ومبعد كان ترقية ترقية تلعب هذا من الدور الفرنسي إلى الدور الألماني وأي فريق فريق أنتراك فرنفورت وهو فريق قوي في ألمانيا هنا دايما نقول الكاف ما عندها حتى مصداقية محمد الكاف دير كيما حبت عندها لوبيات يضغطوا عليها وهو ما ليقروا الكاف تقريبا منذ ولو منذ دهب عيسى حياتون بنبلي بحر دقاء المصداقية تحا ترجمة نانسي قنقر